انها واحدة من اكثر الاطعمة الفرنسية اثارة للجدل فواجرا او كبد البط المسمن منتج تشتهر به مناطق جنوب غرب فرنسا ويتم انتاجه من خلال التغذية القصرية للبط والاواز هذه الممارسة حضرت في 35 دولة اوروبية والان حذت ولاية كاليفورنيا الامريكية حذو هذه البلدان بالنسبة للمنتجين التغذية القصرية هي اسلوب تقليدي تم سقله على مدى قرون ويقال انه لا يحدث تأثيرات سلبية هذه كانت طيور مهاجرة وكانت تخزن اطعمة كثيرة بالطبع لا نريد ايذاء البط فالطيور التي تعاني لا تنتج كبدا جيدا تنتج فرنسا نحو 19 مليون طن من الكبد كل عام 3000 طن منها فقط موجه للتصدير ولا يتوقع ان يلحق قرار ولاية كاليفورنيا ضربة اقتصادية قوية الا ان البعض يقلق من ان الحذر قد يكون مؤشرا على تغيير في السلوك كاليفورنيا والولايات المتحدة لا تزعجاننا نعرف انهما مختلفتان عننا مثل الانجليز الذين واجهنا الموقف ذاته معهم قبل سنوات ولكننا لا نريد ان تحضر دول كثيرة اخرى ولا سيما دول غير اوروبية استهلاك كبد البط او انتاجه وردا على قرار الولاية الامريكية تدرس الان عدة اجراءات رد من بينها مقاطعة النبيذ الكاليفورني ورفع شكوا الى منظمة التجارة العالمية هذه مبادرة سياسية والامر متروك لنا لوقفها كتبت حوالي 15 رسالة وبريدا الكترونيا الى وكالات السياحة الى الحاكم للقول فقط تعالوا وانظروا وسنرسل صورا الى كاليفورنيا كي يتمكن غيرهم من رؤية كيف نعمل عدد من المسؤولين من الولايات المتحدة قالوا انهم سيقومون بالرحلة الى فرنسا المنتجون مثل مارينويل سينتظرونهم في حين ان جيلا جديدا من البط بدأ يسمن في ظل الحضر او من دونه